اليوم أكلتنا الإدري الخليلية هي من الأكلات التراثية الفلسطينية المشهورة حتانا زيت عن نار وكم حبت هيل وحبتان قرنفل قلبتهم منيح وضفت عليهم البصل الشرائح وطوم حب منقلبهم سوا ومنضيف عليهم حمص مسلوق أنا كان عندي بالفريزر طلعتهم أسهل بالاستخدام علي إنتوا بتسلقوا أو فيكو تشتروا معلب خالص هون حطيت ملعة أوسط عقد الصفرة وشوية فلفل أسود ومعلقة كمون صغيرة وبهارات الإدري ومعلقة صغيرة هيل منقلبهم كلهم سوا هون ناقع أنا كنت لأرز البسمة نصف ساعة وغسلتهم هلأ بخلي قسم من هايدي المكونات بالطنجرة والقسم الثاني بحطهم مع الأرز هلأ خليت شوي بالطنجرة مثل ما أنتوا شايفين بحط عليهم قطع اللحم المسلوقة مسبقا وهون حطيت على الأرز الخلطة الباقية وبزيد عليهم بهارات بخلطهم سوا مثل ما أنتوا شايفين بسم الله ما شاء الله هون خلطتهم هلأ بضيفهم فوق اللحم بالطنجرة مثل ما أنتوا شايفين وبحط هلأ راسين ثوم بعد ما غسلته هون كتير منيه فوق الخليط وهون بضيف قرن الفلفل هاي إضافة شخصية فيكنوا أنتوا تستغنوا عنه بس ثوم أساسي هلأ بحط مية سلق اللحم وبشوف إذا هي محتاجة ملح أو ملحة مناسب وبشغل النار على حرارة عالية بس يغلو بوطيلو مثل ما أنتوا شايفين وهي ده هو الشكل النهائي بقلي عليها على الوجه شوية لوز أو أي مكسرات أنا بحبها وفينا أقدمها مع الصلطة أو مع اللبن هاي هي القدر الخليلية إذا حبتوني وحبيتوا هيدا الخلطة بتمنى تدعموني باللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس مع السلامة